بسم الله الرحمن الرحيم مكا منين في جزء الشورتكات والنهاردة سنأخذ نوع مختلف من الشورتكات وهو بأنه يبقى بالسيكويل فانكشن باضي يعني هو يبقى مهتمد على حاجة ديناميك بتيجي من الاتابيس ليس حاجة استاتيج كما قلنا نستخدمها في النوع الأولاني الو ايشتين مالي ديكست نفترض مثال جماعة شرعين فورمس وحلطونه ومستخدمينه أنهم سنسجل اللابل بتاعته هو الاتابيس نفترض أن الابل الاتام اللي هو النام اللي هو بي 3 name هو أريد الابل بتاعه جاية من الاتابيس ليس من هنا وبرده الجوب جاية من الاتابيس ليس من هنا نفترض أنه لدي جدول اسمه item وحضط فيه الابل الاسم بي 3 name اللابل بتاعه اسم الموظف بي 3 job اللابل بتاعه الوزيفة تمام بعد ذلك عملت فونكشن فونكشن اسمها جاية لابل انا هبصي للفونكشن اسم الاتام اللي هو بي 3 name أو بي 3 job ويرجع لي بمين يرجع لي بالليبل اللي هو متسجل في الجدول بتاعه تمام؟ هنستخدمه ازاي دلوقتي انا اسم الشورتكات بتاعه هنستخدمه لابل او بينامج لابل والكوت بتاعه بمطال البساطة هكتب return اسم الفونكشن بتاعتي من هنا تمام 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 طيب انا المفترض دلوقتي او اسم الاتام عشان يجيب لي اللابل بتاعه انا اخذ قيمة static دلوقتي من اللي عندي في التاتاباز دلوقتي نقوم بسطته الاتام انا اريد الاتام تمام انا اجري اردسال خطأ لو مفيش نقوم بقيمة نقوم بقيمة نقوم بقيمة نقوم بقيمة هذا الشورتكات بتاعي اغغير اسمه نميز الاتام نقوم بقيمة قد اجري اينام بالمناسبة سوف تعالي في الدرس الاتام اضع الشورتكات اضع الاتام اضع الاتام اكتب اسم الخارج سيضع القيمة اللي تعادل الاتام اللابل بتاع الانين نقوم بتاعه يجب اسم الموظف لكن الوقت هي قيمة ثابتة لان انا بسيط له بس بتاع الموظف انا اريد اوصيله الاتم اللي عندي يعني انا لو رحت الوقت لان ايه متى زي ما هو وبسيط له نفس الشورت كات اللي هي سوري للجوب بسيط للجوب بنفس الشورت كات هيجيب لي ايه برضه هيجيب لي اسم الموظف دائما انت شايفين كده يبقى المفترض ان انا هنا اعيز اعرفه ان انا وارده هنا ونواصل الاتم وانا وارده هنا ونواصل الاتم اعملها ازاي جوه الشورت كات عندي فيه شوية حاجات ساعدني انا عندي حاجة بتعادل دي النيم بتقول له قيمة لهنا فين بقى اسمها current item name اخد دي زي ما هي كده وهي دي لها بسيطة دي زي ما هي بالحاجة بتاعها كده يا جماعة هي دي لها بسيطة دعالوا نجرب نفترض النام والجوب بيجوا مضبطين هذا النام جي اسم الوظيفة والجوب جي البرزدد طب لو رحت دلوقتي على الجدول بتاعي رحت على الجدول وضفت item تانى والايتم اللي هو ال manager المانجر المانجر موضي يبدو وقالت له ان اسم المدير تمام وراحت بقى هنا اللائتيم المانجر وقالت له انت برضو شرطة قطع الاسم وهو سابت لكله سوف نرى أخرى حتى سيقول لي أنها متعبة أيضا لأنه سيضطر عدد على كل ايتم أجعله يجيب وغير الشرطة أجعله شرطة قط فهي لديه شيء جميل جدا لأنه ممكن أن نذهب إلى الـ Template سأجد معي أن أذهب إلى الـ Template و Template و Template نحن نستخدم الـ Optional Floating سأجد معي الـ Template سأجد دائما مكان للـ Label سأجد معي الـ Template و سأجد معي الـ Label سأجد معي الـ Label سأجد معي الـ Template سأجد معي الـ Short هذا جزء آخر و سأجد معي الـ Lampel سأجد معه لا يستطيع استخدام الشورتكات ممكن أن تضع الهلب ممكن أن تضع الهلب الهلب أيضا كتب شراءة معلومات عن الهلب تستخدمه في الهلب لا ننسى أن نستطيع استخدام الهلب مثل الهلب و الهلب و الهلب و الهلب سوف نستطيع استخدام الهلب في كل مرة نستطيع استخدام الهلب و وضحت الفكرة لنور و الهلب و الهلب سوف نكمل سلام عليكم